بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين القناة العلمية للكيمياء السريرية سامعين بحالة مرضية اسمها فنالكيتون يوريا هذه الحالة هي عبارة عن إثراب ورافي يحدث عند الأطفال خصوص حديثي الولادة نتيجة هذه الحالة هو تجمع بعض الأحماض الأمينية في أنسجة الجسم ورح نعرف شنو اسم هذا الحامض الأميني هاي الصورة اللي أمامكم هناك حامض أميني اسمه فنال ألانين فنال ألانين يمر هذا الحامض في مسلك الأيضماطر الطبيعي بوجود أنزيم اسمه فنال ألانين هايدروكسيليز وبعض بوجود أيضا العوام المساعدة اللي هو التترا هايدرو بايو بترين التي تدخل في صناعة الفنال ألانين هايدروكسيليز ويتحول هذا المركب الفنال ألانين يتحول إلى مركب اسمه التايروسين ويبدأ التايروسين هو يسلك مسلك الأيضم الطبيعي في جسم الإنسان الخلل وين راح يصير الخلل راح يصير في أنزيم اسمه الفنال ألانين هايدروكسيليز هذا يعمى نقصان في كمية الأنزيم أو نقصان بفعالية الأنزيم راح يسبب تراكم الحامض الأميني اللي هو الفن الألنين في أنسجة جسم الإنسان طبعا هذه الحالة هي أكثر شيوعا عند الأطفال وقلنا هو طراب وراثي ويمتاز بعدد من العراض من هذه العراض هو ظهور طفح جلدي مثل الأجزمة على الجلد مشكلة في الجهاز العصبي عند التنفس أو عند خروج الإدرار راح تكون هناك رائحة غير غير جيدة هناك ظهور البشرة الموجودة على المريض راح تكون صبغة فاتحة أكثر مما هو عليه وبالتالي هذه الحالة تحدث بسبب نقصها في أنزيم اسمه فنال أنيلين هايدروكسيليز